السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيكم متابعين قناة Good Twins طبعا أصدقائي يا حابب اليوم أتكلم عن موضوع الترويج كيف أنت ممكن ترويج الموقع تبعك وتخليه يظهر على خرائط جوجل طيب تمام عم سيسو عشان نفهم السيستم هاد إيش اللي بدنا نسويه بالزبط وإيش الفايدة منه أساسا طبعا يا جماعة حابب أنوه أنا يا جماعة تكلمت عن الترويج في أكتر من فيديو أتمنى منكم تتابعوا قائمة التشغيل هادي على أساس يعني تستوعبوا أكتر كم لا تقدروا تنشروا محتوى تبعكم فزي ما أنتو شايفين أصدقائي هنا اترفك عملاق لمقالات بلوجر في عندك عدة فيديوهات تمام؟ كلها بتتكلم بس عن الترويج تمام؟ كل هذه الفيديوهات بس عن الترويج أتمنى أصدقائي يعني أكون غطاة كم كبير بالنسبة للمواضيع هادي فأتمنى منكم تتابعوها على أساس يعني اتصل الأفكار اللي كنت حابب أو أصلها وأتمنى أنه الكل يستفيد منها هالوقت بصلي يا معلم وانت يا هاني مركزينونا بديش عصب اهدى يا سيسو اهدى يا سيسو قلبك قلبك عسيسو والله ما أنت معصب بصلي يا معلم طبعا يا جماعة زي ما أنتو شايفين بدي أجي وبدأ أدخل يا جماعة على الخرائط طبعا جوجل بالشكل هات بس ملحوظة عشان أنا أدخلها وأتأكد أن داخل طريقة صح لازم أتأكد من الشعارات هادي تبعت الهاتف أنه عندي القسم تبعا مواقع مالو مفتوح وشغال مية في المية زياني عم سيسو طيب تمام هالوقت بدي أفترض أنا يا سيد العزيز بدي أجي وبدي أضيف موقع إلي هان في جوجل زينا صاحبي ايش اللي بدي أسوي بالظبط أول شغلة يا سيد العزيز إذا كنت حابب يعني تحدد نظام قمر صناعي بتيجي بتضغط على المربع هات تمام اضغط له عليه نونة وقول له قمر صناعي بالشكل هات زي ما أنت شايف لبيوت تبعت الدنيا كلها بيانات هيك طيب تمام عم سيسو هالوقت بدي أفترض مثلا أنه أنا أحابب أضيف نقطة هان إلي تمام يعني زي هادي بالظبط تمام زي إعلان زي ترويج عند شركة عن معسسة عن سوبرماركت عن روضة عن مطعم ويا بختم أصحاب المواقع المطاعم رح يستفيدوا من القصة هادي بشكل كبير طيب تمام عم سيسو ده الكاش تتكلم ونفذ اهدنونا هالوقت خليني أجي وأضغط بأصبعي على أي مكان مثلا هذا المكان تمام بدأ أضلي ضاغط عليه بالشكل هات أضلي ضاغط بأصبعي لحد ما تظهر إشارة حمراء معي وصلت يا جماعة ظهرت الإشارة الحمراء معي طيب ممتاز عم سيسو بعد هيك لو أنت لحظت شايف الرقم هذا خد لي يا سيد العزيز وعمله كوبي بالشكل هات خلص الله يعطيه ألف ألف عافية تمام أنا اخترت اللازم خلينا أدخل تاني على التطبيق تمام بدأ أطلع بس من هذا كله طيب ممتازة جماعة هالوقت أنا طلعت من التطبيق وبدأ أجي بدأ أدخل عليه تاني بالشكل هات زينا صاحبي تركزي يا هاني منونة خلايا مخك والعصبونات هالوقت شغليهم أكتب لي يا سيسو في البحث أي حاجة بدأ أجي مثلا أكتب الاسم هات تمام اسم مش مفهوم مش موجود أساسا تمام بقدر أكتب على أساس أنه بدي يقول لي أنه فيه خطأ أو ما خطأ عشان يطلب مني إضافة مكان طبعا لو أنتوا لحظتوا أصدقائي لما أنا كتبت اسم مختلف مباشرة برضو هام بقول لي إضافة مكان غير مدرج إلى خرائط جوجل يعني الموضوع حلو ولوز مية في المية خلينا أضغط عليه نونة بالشكل هاد بسم الله لو أنتوا أصدقائي لحظتوا فتح معي الشكل هاد وأنا هذا هو الطلب لبدي إياه خلينا أجي وأضغط الاسم الاسم هل وجد أنت فاتح الموقع عن إيش أساسا موقع سيد العزيز اللي أنت عامله عن عامله مثلا عن الطبخ تمام في النهاية أنت عامل موقع يعني لشيء لتقدم معلومة للناس لتقدم خدمة سواء مادية سواء معنوية في النهاية بتقدر تحدد إليك موقع تمام مثلا 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 أنا بدي أجي يا سيد العزيز وبدي أسمي الموقع تبعي مثلا أنا بحب الأكل الضاني خلينا أسميه مثلا مطبخ جنات شايف محل الاسم طيب تمام عم سيسو بدي أجي وبدأ أحدد الفئة أطعمة ومشروبات خلينا أقول له يا سيد العزيز مثلا مطعم دجاج أنا بحب الدجاج طيب يا عم سيسو اهدنونا لو أنتوا فكريين في الجزئية الأولى أنا من الفيديو يعني نسخت رقم تمام اللي هو الموقع اللي أنا بدي يكون موجود فيه الرمز أو الإشارة هذه اللي أنا قاعد بعملها فزي ما انتوا شايفين أصدقاء قناة جودة وينز تمام أنا نسخت رقم هان طيب تمام بقولي لو فيه موقع تاني وانت حابب تحدده طبعا أنا ما فيش عندي أصلا هيك هيك رقم تاني أنا هدا هو اللي بديه زين لو نزيلت نونة لتحت زي ما انتوا شايفين جماعة بقولي هان إضافة رقم الهاتف ساعات العمل والموقع الإلكتروني وهذه هي أهم إشي أنا بدي أكسب باك لينك من الموقع تبع جوجل أو خرائط جوجل لأنه هيك هيك مجاله ضخم جدا طبعا زي ما انتوا شايفيني الشغلات بسيطة لبطلبها ساعات العمل قديش قديس ساعات العمل طبعا طول الأسبوع بدك تحددهم بعد ما نحدد ساعات العمل يا جماعة ترقم الهاتف حابب أنت تضيفه بتضيفه طبعا كرقم واتس أب تمام حابب كمان تضيف الموقع الإلكتروني تبعك مهم جدا أنه تضيفه هيك أنت بتكسب باك لينك بترويج للموقع تبعك في ناس كتير ممكن تشوفه خرائط جوجل زيه زي جوجل بالزبط زيه زي محرك بحث جوجل كتير ناس وعالم بتعاملوا فيه يعني اليوم السيارات أساسا يعني في الطرق لما بدأ تمشي أصبحت تمشي على خرائط جوجل وعلى يعني قسة الأخمار الصناعية فأنت من المهم أنك تستغل النقطة هذه طيب تمام عم سيسو ها أنا بيقول لك إذا في بدك تضيف يعني لهو تاريخ افتتاح للموقع تبعك أو المطعم تبعك أو أي إن كان الصيدلية يا سيد العزيز تبعتك تمام وحابب يضيف شوية صور معلومات للناس اللي تشوفها اللي تفهمها تمام على أساس يفهم هذا لأيش بالزبط لو ما بعرفش يقرأ الواحد يفهم من خلال الصورة فأنت بيضيف شوية شغلات لتبين المكان اللي أنت فيه اللي أنت عامله زين لكن إحنا زي ما اتفاجنا النقطة الأساسية تبعتنا اللي بدنا إياها اللي هو الموقع الإلكتروني عشان تكسب الزيارات حقيقية من جوجل أتمنى أصدقاء قناة جودة وينز إنه هيك تكون الصورة وصلت طيب تمام نفترض إنه إحنا عبينا الداتا هادي كامل وضفنا الصور اللي إحنا طلبناها تمام بتقدر تضيف صورة 2-3 مش إشكال المهم ضفنا الداتا هادي كامل بنيجي بنضغط على علامة اللي هان يا جماعة تمام إذا ضغطنا على علامة اللي هان بينزل معنا في خرائط جوجل اللي هو الإضافة اللي أنت عملتها تمام طبعا زي ما أنتوا شايفين أصدقائي تمام زيك بدي يكون الشكل معي تمام بدي أجي مثلا للسيد العزيز بدي أحدد شيء معين أنا مثلا بدي مطاعم شوفوا كيف بدي يظهر معي المطاعم بدي يظهر معي الأماكن بالشكل هات رح يديني تفاصيل مطعم الحديقة الصخرية ماشي آآآآآ بنطلع عليه إن شاء الله مع أنه السعودية لا يعمل السعودية بعد أنه مش ناقص المهمة جماعة هنا التفاصيل كامل والسيستم ككل أنت بيصير عندك الشكل هات تمام مطعم لو أنا أجي ضغطت على هات بدي أعرف شوية مثلا داتا عنه بيانات عنه إيش هذا المطعم إيش اللي بيقدمه بالزبط طبعا بيكون فيه صور وعروض وشغلات زي هذه بيكون ممكن يكون ضيف لك تفاصيل عن المكان والسيستم والأرقام تبعة الهواتف هاي هذا حطط لك زر اتصال إذا حابب تتصل عليهم تمام وبقول لك يا سيد العزيز وقتش انتهاء العمل عندهم في مطاعم تانية مين عنده مطاعم تانية زي هي الجصص لو أنت لاحظتوا كل هدول مطاعم تخيلوا والله أهل السعودية بيأكلوا كابشا طبعا أتمنى أصدقاء قناة جودة وينز أنه هيك يعني تكون الصورة وصلت طبعا لما أنت تجدم وتضغط على عملية الارسال وترسل يعني لجوجل لخرائط جوجل الموقع اللي أنت ضفته بياخد بالزبط في حدود نص ساعة لأربعة وعشرين ساعة تأكد تماما بيكونوا وافقوا عليه بما أنه مش مخالف وبما أنه كل إشي صحيح تمام أصدقاء قناة جودة وينز الشغلة مهمة الشغلة مهمة يعني هذه بتجلب لك بتجوم من سمعة الموقع تبعك بيكون فيه وصيلة التواصل تمام ولو كان الموقع على أرض الواقع موجود فأنت يعني فرصة عمرك الشغلة بتكون أتمنى أصدقاء تكون الصورة وصلت 100% وأتمنى تزورني في مطعم جنات تمام هو مطعم جنات مش في القدس ولا في السعودية موجود في غزة في غزة غزة العزة الله يعطيكم ألف ألف عافية والسلام عليكم